السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نقسمها لمحورين في الأول نتحدث عن تقرير ديوان المحاسبة شكل تجاوزات وفي الثاني نبحث اتفاق النواية بين الأدني والإماراتي والاحتلالي في المحور الأول أصدر ديوان المحاسبة تقريره ليكشف عن تجاوزات مالية وإدارية وجب الوقوف عليها عادت ديوان إصدار التقرير وعادت مجلس النواب نقاشه وكما العادة نعود لكل عام بذات التقرير بذات الحجم بذات المشاكل للحديث أكثر حول هذا الموضوع ورحب بضوف الكرام النائب السابق دكتور مصطفى ياغي مساء الورد ورحب بالنائب السابق دكتور أنور لاجاري مساء الورد دكتور مصطفى أبدأ منك وأنا سأستعرض جملة من القضايا الأبرز اللي وردت في ديوان المحاسبة في تقرير ديوان المحاسبة لهذا العام والسؤال ما الجديد؟ يعني هذا التقرير سنوي شو رجل أسعد الله مساءك أخي محمد ومساء ساعات النائب الله يبارك قاضل دكتور أنور وأيضا من خلال هذه الشاشة العزيزة على قلبي أبعث بأجمل تحايا إلى الشعب الأردني العظيم على امتداد ساحة ترى في هذا الوقت بصراحة لا جديد سوى مزيد من الخوف والقلق حول مستقبل الأردن المالي المرعب في هذا التقرير أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت واحد مية وستة فاصلة خمسة بالمية وهذا بيكون هذا التجاوز أيضا تجاوز قانون الدين العام رقم ستة وعشرين لسنة ألفين وواحد يعني إحنا اليوم على أعتاب دولة مفلسة بدها شغل كثير بدها خطط استراتيجية ومالية وإنعاش اقتصادي كبير بدنا نخفض هذه المديونية لأنه لما تحدث عن هذا الرقم المرعب مية وستة ونصف بالمية معناته أحنا تجاوزنا كل الخطوط الحمر وأصبحنا في قاع البئر هذا أمر مرعب ولا أظن أن كل من يقرأ أو يطلع على تقرير دول المحاسبة ليجد هذا الارتفاع في نسبة الدين العام مقاررة بالناتج المحلي الإجمالي يعني بيكون مبسوط الأمر الآخر أنه هذا الدين اللي أنا خدمة الدين وقلت لانتباه أن خدمة الدين أيضا الخارجي والداخلي بلغت ما مجموعه مليار وستمئة وستة وسبعين مليون وخمسمائة ألف إذن إحنا كمان في وضع اقتصادي أبدا غير مطمئة ولا بد من أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها وأن تبعث على الأقل برسائل اطمئنان إلى الشارع ما هي الخطط التي ستنتهجها الحكومة لإنعاش هذا الاقتصاد ولتخفيض حجم المديونية ولتخفيض أيضا يعني خدمة الدين الداخلي والخارجي أما فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في تقرير المحاسبة ديوان المحاسبة فجميعها تظهر اعتداء على المال العام وتجاوزات إدارية مما يؤثر سلبا على جودة أداءها وتقدمها إشكاليتنا الكبيرة اللي صنعنا سنوات عم النادي فيها منقول أن الفساد الإداري هو ربما يكون أخطر من الفساد المالي أو أن الفساد الإداري هو نتيجة طبيعية للفساد المالي والتقرير قد أظهر جملة من التجاوزات في كل إدارات المرفق العام سواء كان ذلك في الوزارات أو في الشركات التابعة للحكومة أو المملوكة للحكومة أو التي تساهم الحكومة بخمسين بالمئة أو أكثر منها أو حتى في الهيئات المستقلة هذا أمر أيضا خطير في مجالس النواب على الأقل يعني أنا على ما أذكر في مجلس النواب الثامن عشر اللي أنا كنت جزء منه ناقش المجلس تقريري 2018 و2017 ترك ليها دقيقة أنه فيها عليها تمام أنه أنا بأس أنه أحيب نقول هذا التقرير هذا التقرير لم يأتي بشيء جديد سوى تكرار لوجود تجاوزات ومخالفات جميع وهاي التجاوزات ومخالفات ما مصيرها هذا السؤال الأبرز يا دكتور أنا اليوم بدي أعالج مشكلة الإعلام يصلت الضوء على مشاكل وردت اليوم في تقيير المحاسب أنا ليش والأمثلة كثيرة ورح نستعرضها لو خليتني أكمل أقول لك بس شو الخلاصة اللي بدي أنا أطلع منها أنه إحنا في مجلس النواب الثامن عشر عند مناقشة تقريري عامي 17 و18 اللجنة المالية مشكورة قد شكلت أربعة لجان فرعية لمتابعة مثل هذه التجاوزات وكانت على النحو التالي أن التجاوزات الثابتة التي لا شبه فيها فيها يعني قطعية الدلالة كنا نحولها مباشرة إلى الانيابة العامة بغض النظر من هو مرتكبها أما التجاوزات التي فيها شبهة كنا نحيلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق في الوقوف على حقيقتها كانت يعني هذا الموضوع اللي بدي أقوله اليوم هذه اللجنة التي شكلت أيضا في حكومة الدكتور عمر رزاز وعلى أثر مناقشة هذين التقريرين تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء وزرية برئاسة معالي الوزير سامي داود لمتابعة كل هذه التجاوزات شهرا بشهر وقف دقيقة اليوم بس تقول وين هاي اللجنة وين هاي اللجنة رحلة الحكومة فرحلة اللجنة ما هو إحنا اليوم نحكي الصح إما أن تكون دولة مؤسسات وقانون أو دولة أشخاص كويس هلا بدي أسمع رأيك في هذا الموضوع قبل ذلك أسمع تعقيبك على مورد في تقرير ديواني المحاسبة الناقل الوطني عفوا الحديث في التقرير عن مبالغة في تقدير إرادات ومنح بموازنة عام وزارة مالية لم تنفق مبالغ على برامج دعم مختلفة مركبة لا تحمل جهازة تبع ادخال 75 طن غير سائر قهوة مستهرحية من الاستهلاك مختلس شركة كهرباء من سدد خمسة ملايين دينار نحن سارقهم هذا ثابت في الديوان 12 سدر منسة في 12 شخص في شركة حكومية هذا أنا بحكي شيء وارد في التقرير أنا بحكي شيء من عندي هذه ملاحظات التقرير وهذا دليل مباشر أن الفساد المالي أساسه فساد إداري وقبل كل هذا وذاك أيضا قضية البلديات أمانة عمان لأثاث الطريق للوحات الإعلانية كل هذه الملفات اليوم موجودة في هذا التقرير وتؤشر بوضوح إلى وجود خلل يعني فساد مالي وإداري واضح مشار إليه بالبنان ومن واحد من أجلس تلقابة الدولة فلنته بزعل مني الدكتور مصطفى الذي يرسل تقرير لمجلس النواب صاحب الصلاحيين وين حب شكرا لك وشكرا لساعدة الأخ النائب يعني كلامه واضح ما رح أعقب على كلامه لأنه يعني هو الدرجة الوصل فيها من السوق أنا أكثر كمان متجاوز لكن فيما يخص التقرير هذا تقرير ديوان محاسبة حقيقة من حيث الشكل هو جميل جدا صور وألوان وإخراج جميلة جدا كنا نتمنى أن يكون المضمون المتغير شوي أنا لما اطلعت على التقرير وجدت أن ديوان محاسبة أفصح بأنه انتقل إلى موضوع الرقابة المبنية على المخاطر يعني وقائية وبالمقابل الموازنة العامة حكت أنه إحنا بنشتغل على الموازنات الموازنة بالنتائج ما شفت أنا بالتقرير أي شيء بربط بين المخاطر والنتائج فلما برجع على الموازنة لأنه الحكومة بالنهاية بدها بتطلع في تقريرها بدها بتشوف وشو النتائج اللي احنا حققناها للأسف الشديد اللي أنا شفت للتقرير يقل من كثير من المضامين يعني هو ظل مركز على موضوع إجرائي شو الأخطاء اللي صارت أنت وقعت أنت ليس صاحب صلحية بالتوقيع وهذا عمر عادي جدا أخي الفاضل أخي الخالدي لما بتيجي أنت على أي مؤسسة رح تجد فيها ثلث جهات رقابة في عنا الرقابة الداخلية تتبع لأعلى سلطة للوزير موجودة بتراقب على كل الإجراءات اللي بيصير وفي عنا مراقب مالي يتبع لوزارة المالية لا يمكن صرف أي شيء إلا بإجازة وعنا ديوان المحاسب يعني ثلث أجهزة رقابية داخل مؤسسة واحدة ومع ذلك بيجينا هذا هاي المخالفات بالشكل هذا كنت أتمنى كنت أتمنى أن يرتقي ديوان المحاسبة بتقريره ليشمل أكثر مما هو مشمول واللي هو العرفة العادي 95% من القضايا هي قضايا إجرائية بسيطة جدا لا ترتقي إلى ذكرها في هذا التقرير لأنه 95% زي ما حكيت كان في عنا لجان شهرية لجنة شهرية عالج هاي المشاكل وما في داعي نستمر فيها علشان نذكر فقط أحداث الحقيقة هم حكوا أنه خفضنا عدد الإضاحات من 728 إلى 257 طيب جميل جدا هذا الحكيم لكن بالمقابل أنا يعني هو ركز على الأساسيات على قضايا لا يمكن تجاوزها ممتاز أنت أفهم أنا نزلت من 700 إلى 200 ممتاز صح؟ ممتاز نعم أنا هذا اللي بدي إياه أنه أنت وعم بتحلوا المشاكل حلوا جميل جدا هذا الحكيم وكل موارد في هذا التقرير لما يصفي 200 صفح من أساس 700 يحتاج إلى متابعة حقيقة واضحة ونتائج واضحة المفروض المفروض لكن السؤال اللي بيسأل نفسه يا أخي أنت مش أنت بتحكينا تجاوز على المال العام لما بنحكي عن 45% من نسبة المياه مهدورة هذا كلام وزير المياه حكا هيك حكا حكا 47% من المياه مياه مهدورة فاقد أو فاقدة أو مسروقة أو بأي شكل بدنا نحكيها وين بديوا المحاسبين نحكي عنه وزي ما سمعت أنا تقرير آخر تقرير بيقولك أن اتفاقيتنا اللي بنا نوقعها الآن مع إسرائيل أو وقناها مع إسرائيل هي تعادل حوالي 45% الفاقد وهي مصيبة بالنسبة لنا ولا لا أن نسبة التمخر في مصفات البتروك قد تصل إلى 10% أو تتجاوز ذلك ومين بتحملها؟ المواطن الأردني أن نسبة الفاقد بالطاقة تتجاوز 15% ومين بيبفعها؟ المواطن وين هي بالتقرير الموجودة؟ هناك مجموعة من العقود وإنت بتعرف أن عقود الطاقة اللي وقعتها الحكومة حتى صار عندنا فائض بالطاقة وين وردت في تقرير ديوان محاسبة؟ وين الشروط الإذعانة اللي إجت على الدولة واللي وقعها وأوقع الدولة في هذه الشروط ليش ما ذكر فيه التقارير هاي اللي بنحكي علىها؟ بنيجي على الجانب الثاني بتيجي على الموازنة بس ألانا نفسي إحنا المديونية الآن قبل شوي بتحكي عن خطر المديونية ولا لا؟ وإحنا دخلنا في نافق مظلم السؤال لما بتيجي موازنة 2020 وبتقول لك أن عجز الموازنة سيكون مليار ومئة وسبعة وثلاثين مليون وبعده ثلاثين وثلاثين بتفاجأ أن عجز الموازنة اثنين مليار ومئة وثلاثة وثمانين مليون المقدر والفعلي المليار هذا مين اللي قدره؟ مين اللي تلعب بالأرقام؟ لماذا لم يحاسب؟ هنا السؤال بها لأنه يعني الآن أنت بتحكي عن سيارة مشيت وما أخذت تصليح يا أخي بسيطة يعني اعتدى على الموازنة بخمس دنير لكن اللي اعتدى بالتقدير وتلعب بالأرقام بمليار وين راح؟ هذا السؤال مهم جدا أنا ما شفت بالتقرير هون أن أدين أنا وجدت عندي الحسابات الختامية تحليل مالي ارتفعت وانخفضت ارتفعت وانخفضت هذا ليس تقرير لدول محاسبة الجانب الثاني الإيرادات المحلية قدرت في الموازنة بسبعة مليار وسبعمية وأربع وخمسين قدرة والفعلي ستة مليار وميتين وثلاثة ثمانين قداش انخفضت؟ مليار ونص وإحنا كنا مخططين أنفسنا على المليار ونص منين إجت هاي المليار ونص؟ المليار ونص هي سددت بالمديونية ولا لا؟ إذن فاقبنا إحنا الدين وفاقبنا العجز بالموازنة لماذا ديوان المحاسبة لم يتطرق إلى ذلك؟ لماذا يذكر ديوان المحاسبة أنها انخفضت وقدرت وانخفضت وارتفعت؟ ولم يتطرق لمن هو السبب لمن قدر هذه الموازنة؟ عندما يقف وزير المالية على المنبر أمام نواب الشعب ويتعدث عن تقديرات وهمية ومن ثم يتنصن منها ولا سائل ولا مسؤول هنا أنا بدي أحكي عندما تقول لدارة الموازنة عامة نحن نعمل بموازنة موجهة بالنتاج ونجد أن برامج الموازنة قد فشلت وبالتالي انخفض الانفاق المخطط من مليار و238 مليون والفعلي فقط 823 مليون الـ 400 مليون 415 مليون انخفضوا من أي مشروع أي بنية تحتية إيش النتاج اللي حققناها؟ ما ناس حاسبهم انتهت الموازنة طلعنا حسابات ختمية وكل واحد استقال أخذ تقاعد وظل بروح والشعب الأردني يتحمل ذلك الآن نعم إحنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه فديوان محاسبة إذا كان بده فعلا بده يشتغل بده يعطيني تقرير شامل متكامل متكامل يفتح عين مجلس النواب على الأخطاء اللي بصير حتى نضع ضوابط وروادع إليمان يلحقها جميل دكتور اسمح لي أنا بحكي عن تقرير مش أول سنة كل سنة بطع تقرير المحاسبة كل سنة بنعمل حلقة حول الموضوع صحيح؟ صحيح وأنت تشارك في كثير من هذه الحلقة المجلس النواب الماضي الحكومة السابقة عملت لجنة وتابعت وحولت صحيح؟ تمام؟ وهي إجانة تقرير بدل سمعينة صفحة متين صفحة وشن المخالفات البسيطة هذا أربعمية وتنين واربين يعني صار أكثر دقاءة خفض متين صفحة خفض متين صفحة صار فيه مخالفات واضحة ومؤشرة لها ويذكر التقرير هاي راحت على الفساد هاي راحت على النأمة أولنا والتقرير يوم بين يدي مجلس النواب تسعتاش ما تطلعنا لي تسعتاش لا ما طلع تمنتاش وسبعتاش أخر شي أخر شي تسعتاش ما طلع لأنه المجلس توقف عن عقد جلساته بسبب جائحة كورونا بسبعتاش ثلاث كان أنا على ما أذكر أن الجلسة المقررة بسبعتاش ثلاث تم تأجيلها إلى إشعار آخر ولم ينعقد المجلس حتى تاريخ حله بستاش تسعة عدة وعشرين ومن ثم تم الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النواب التاسع عشر في واحد وعشرين حداش أنا احنا اليوم صار لنا سنة تقريبا في واحد وعشرين أهداش ألف وثسع ألفين وعشرين أنا اللي بدي أقول لك يا يعني لجنة بتتابع من الحكومة بالظر واليوم مع الناش لا هو الأصل أنه تبقى على لجنة أنا عم بحكي لك في إطار العمل المؤسسي هات دولة مؤسسات وقانون اليوم الموضوع مش موضوع مزاج رئيس حكومة ولا مزاج وزير ولا مزاج مدير ولا رئيس مجلس إدار العمل المؤسسي نبني لبني على لبني مدماك على مدماك لحتى نبني هالوطن أما إذا أنا والله زعلان أنا ومحمد جيت مكانه بدي أن نسفله كل سياسته هذا ما عادتش دولة أبدا ما عادتش دولة هاي صارت حارة كل من إيده إله ونحن في الأردن ينبغي ألا نذهب بهذا بهذا الاتجاه بالمطلق وحتى كل الأفكار البالية اللي بيحملها أي مسؤول بده يجي في موقع المسؤولية يعني ينبغي عليه أن ينتبه إنه إحنا اليوم أمام وطن ومواطن ومسؤوليات مش أنا جاي يصفح سبات مع اللي قبلي أو سياستي السياسته مش عاجبي بهذا الموضوع مجلس السياسات اللي بيضع هذه السياسات غالبا وبيحاول يتابحها أنا بقول إذا بدنا نمشي صح لازم نتابع كل كبيرة وصغيرة ليس فقط ما ورد في تقرير ديواني المحاسبة وإنما في كل مناحي المرفق العام مشكلتنا في المرفق العام المرفق العام اليوم إداراتنا نحن في عنا أورلود حمولي زائدة إجمال النفقات 88% من المجموعة الموازنية الراجل إجمال النفقات المتكررة رواتب أجور 88% ما لك أنت لما تقول 88% 12% للمشاريع الرئاسمالية زي ما حكى سعادته الـ 400 421 مليون 415 مليون الفرق خذوا الوراحوا إذن انعكست سلبا على المشاريع الرئاسمالية وعلى مشاريع البنية التحتية وبالتالي من المتضرر المتضرر هو المواطن بالمحصلة المتضرر هو المواطن والوطن لذلك سيدي أنا اليوم ببعث برسالة هذه الرسالة لا شك أن مجلس النواب سيد نفسه اليوم وسيدقق هذا التقرير وسينتبه إلى هذه الملاحظات أنا بعرف أنه كل ما عملنا كل ما أخطأنا فيش عمل فيش أخطأ أوكي فيه أخطأ لكن هذا لما يكون فيه عندي أنا دواء رقبية في كل دائرة عامة بتراقب أول بأول وبتعالج هذه الاختلالات أول بأول إحنا على الأقل من حد من هذه التجاوزات بيجي يجي 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 عليها اليوم بيوم وليلي بس على الأقل خلينا حد منها خليها تظهر نتائج إيجابية للشارع أني أنا اليوم قلت لك هذا أبو الخمسة مليون خمسة مليون وشوي عارف شو عملوا ما حسب ما جاء بالتقرير أنه يعني وقعوا على ورقة أنه يستقيل بدون أي حقوق ورجع المبلغ طب استقال بدون أي حقوق وروح طب ولمبلغ وين الخمسة مليون ضاعت على الخزينة أو لما ضاعت على الخزينة طب كيف نحصلها بول خمسة مليون كيف نجيبها منهم يعني هاي حالة من الحالات اللي بيحكي عنها التقرير اليوم واللي لفتت انتباهي بالمناسبة بين كل التجاوزات خمسة مليون مش خمسة ألاف يا جماعة ولا خمسين ألف ولا خمسمائة ألف خمسة مليون طب كيف أخده طب أنا ما دفهم بس كيف يعني كم سنة قاعد يجمع فيهم الخمسة مليون هذولا وهو في موقع المسئولية وبعدين داري وبعدين ما حدا داري بعدين اكتشفوه طب هم بالمقابل في التقرير أيضا بيقول انه اكتشفوا واحد بتلاعب في وصلين واحد بأحد المحاكم يعني بتلاعب في وصلين واحد بسبعة ألاف ومثل ليرا يعني طب اكتشفتوا هذا إذا إذن أنا بقول اليوم تفعيل الأدوات الرقابية في كل الأجهزة الحكومية هو الملاذ الذي نستطيع من خلاله أن نحد من هذه التجاوزة وتحميل المسئولية وتحميل المسئولية وأيضا ينبغي علينا أن نحارب الواسطة والمحسوبية في هذا المضمار تحديدا هذه مقدرات وطن اليوم لا تقول لي والله على الشغلطه ونزوه ومش عارف ايش وتحت ضغوطه وسترس الحياة لا بدك تحاسبه بدك تعاقبه بدك تظهر نتائج معاقبته إلى الشارع لكي يكون عبرة لغيره بخلاف ذلك سنبقى ندوره في ذات الفلك ولن نحرك ساكنا ولن نحرك المياه الراكدة ستسبقى راكدة ويبقى الوطن يأن تحت وطأت هؤلاء الفاسدين طيب أسمع اليوم أنا بديش بدي أكل عنب ممدقات النظر نعم بدي ملاحظات الورد في التقرير والمؤشر عليها بأنها فساد نعم أن تحال لهيئة النزاها ومكافحة الفساد وأن يتم التحقيق فيها وبشفافية على نتائجها مش نقعد نطارد سيدي هو شو صارف هاي وش صارف هذي بدنا نعرف حقائق أين النتائج أمام الشارع أمام الرأي العام صح؟ سيدي طمو رؤى جميلة جدا هو حقيقة أن التقرير احتوى بأن سبعة شيء قضية حولت لهيئة مكافحة الفساد ولما بنحكي قضية حولت لمكافحة الفساد لا يعني أن هناك فساد هناك شبهة فساد تحتاج إلى توضيح أنا بدي يطلع يقول لي بشي فساد لكن أنا أسقطها من التقرير وأقول لأردنين هذا الاتهام هذا الشك الوارد في تقرير دوان المحاسب يا أخوان غير صحيح تبين أنه حقيقة وفق القانون وأحكام القانون ومنظم قانونيا ويسير وفق القانون وبعطاءات رسمية ووووى وإلى آخرين نعم ولذلك ولذلك يعني هي عادة هيكلة تامة لازم بالتبني أنا بالنسبة لي أرى أنه إحنا عنا هيئة مكافحة الفساد وعنا جوان محاسبة وهما عملهم مكمل لبعضهم اثنين بيحكوا عن فساد المال وإداري اثنين بيحكوا لكن هذا ما هو ضابط عدلية وهذا ما هو ضابط عدلية فبالتالي أنا أتمنى لو كان هناك دمج لهاية الهيئة ويصير عنا عنا هيئة عامة للنزاهة والمسائلة بيكون فيها الرقابة والتدقيق المالي والإداري زي ما بتحكي أنت وبيكون في عنا عندهم حصانة فعلا وفقا للدستور حصانة موظف البكافحة البكافحة ولازم تكون في عنا محكمة مختصة تفصل بالموضوع الآن هو بيحكي لي بالتقرير عندي 22 1913 23 ألف قضية بالمحاكم أنا لا أقل من شأن القضاء ولكن هذه القضايا بحاجة إلى مختصين وأنت تعلن وبيت سريع نعم عندك مختص في الضريبة الدخل له محكمة ينظر بالقضية بيعرف الشوء على الأرقام اللي فيها بينما إذا عرضت على القاد العادي بيحتاج إلى خبرات مرات يحتاج إلى خبرات قطعاً يعني القاضي إيش بده يعني دارس قانون وبالتالي وبالتالي إذا كان في عنا نزاهة وفي عنا شفافية يجب أن تكون هناك محكمة مختصة تتبع لهذا الجسم وتصدر وتفصل بالقضايا هل يعقل أنه في عنا 23 ألف قضية منظورة الآن بتحكي إيه لي 360 مليون منظورات مش معقول هذا الحكي هذا مبالغة وبالأخير لما بطلع بالنتاج والله نحن عملي إليها تسويات على 180 إلى 200 مليون معناته أرقام وهمية تقريب ديوان محاسبة إذا لاحظت أنت فيه بيقولك أنا عمل وفر مالي ب32 مليون بضريبة الدخل سائبة هذه ضريبة الدخل و3 و6 مليون من الجمارك ومليون من أمانة عمان حقيقة مش حقيقة هذا تغول على المؤسسات الأخرى لأن هاي المؤسسات عملت تسويات وبناء على التسويات توصلوا بينهم بين المكلفين إلى نتاج ضمنها طوالة تقريب ديوان محاسبة أنه إحنا اللي جبناه أنتو ما جبتوها ما عملتوها فخلينا نحن يكون واقعيين وبيعطينا التقرير نتائج فعلية ونتوسع حتى فعلا نحترم هذا التقرير بمستوى لقل الدولة الأردنية اللي إحنا بنحكي عنها دخلت فيه مئويتان ثانية فبالتالي حتى بنصل إلى المرحلة اللي بدك فصل بالقضية وما بيكون في عنا شباب ألا تعلم أنه هناك عنا أفصله عن 36 قضية قيد الدراسة والمعالجة وفق الأطنق القانونية عم بيشوفه قانونيا هل هيك في خلاف قانوني بالموضوع تصور إذا الموظف أخطأه بتقول لي أنا مش فاهم يا ديوان المحاسبة بنا شوف ديوان الرأي والتفسير مين الصح فينا معناته فيه لبس بالعملية ولا لا يجب أن تكون هناك هيئة مختصة ويجب أن يكون عنا محكمة مختصة ويجب أن يكون لدينا قضاء مختص ويجب أن يحصن هذا الموظف ويعطى الضابط العدية إن كان للمحاسبة أو لمكافحة الموظف تتفق تختلف يعني أنا بداية بدي أقول أنه القضاء هو ينبغي أن يكون سلطة مستقلة وأنا مش مع فكرة أن نتوسع في المحاكم الخاصة بالمطلق القضاء النظامي هو صاحب ولاية عامة ولدينا في التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية يعني أنشأنا غرفاً متخصصة يعني هذه غرفة اقتصادية هذه غرفة جزائية يعني هذه الغرفة موجودة والقضاء أيضاً متخصصين يعني من يجلس في هذه المنصات هو متخصص في مثل هذه القضايا وأيضاً القضاء يعني لديه باع طويل في أن يختار من يريد من أهل الخبرة والرأي لمساعدته في القضية المنظورة أمامه ما نقول وأنا وإن ياك متفقين تماماً على أنه أنا شخصياً كمان أحد أسباب مشاكلنا في الأردن هو يعني تعدد المرجعيات تعدد المرجعيات هذه يعني حاجة غريبة عجيبة يعني تعال مثلاً حداً مستثمر اليوم بتغلب لما بيجي بالدروح يراجع الغذاء والغدواء مرة والمواصفة والمقيس مرة والصحة العامة مرة ومش عارف وزارة الصناعة والتجارة مرة وإي تشجيع الاستثمار مرة أنا مع يعني ضبط هذا الإقاع بأن نوحد المرجعيات جميعاً لكي يكون أمام المواطن نافذة واحدة يعودوا إليها كل ما احتاجها مش أنا يعني على رأي المصريين كعب داير ألثي كل وبالآخر يعني موظف يوقف عند موظف هون مش فاهم شغله أو موظف بديو يتجبر فيه ويعطل له مساراته نحن نحتاج إلى متابعة هذا التقرير بشكل دقيق مما لا شك في ذلك كل القضايا بوضوح وإستباق كل هذا عبر ما ذكرت وأيضاً ذكر الحقائق الأخرى اللي يحتاج المواطن المعرفتها ويحتاج إلى متابعتها كمجرس نواب وكمواطنين ونحتاج إلى تقرير شفاف واضح يظهر ما وصلت إليه هذه القضايا المذكورة لتقرير ديوان محاسب كل الشكر ديوف الكرام